السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا نكمل في محاضراتنا في برمجة واحد طيب وصلنا المرة الماضية عند هذه الكيس اللي بتتكلم عن المود والقسمة باقي القسمة الى اخره في نقطة للتنبيه الواحد لما بيجي مثلا بحط خوارزمية معينة عشان يمشى عليها لحل هاي سؤال في سلايد 56 موجود خوارزمية معينة لحل هذا السؤال انه بدك تقرأ اللي هي القيمة الموجودة وبعد ذلك يعني مطلوب منك انك تاخد القيمة وتقسمها بعدين تطلع المود بعدين تاخد القيمة اللي هي باقي القسمة وترجع تقسمها على القيمة التالية وبعدين تاخد باقي القسمة بعدين تقسمها على القيمة التالتة وهكذا لحد ما لحد ما تنتهي بس يعني في للتنويه يعني في مرات انت مطلوب منك انك يعني القيمة الاولانية اللي دخلناها انك تحتفظ فيها يعني احنا مثلا على سبيل المثال في اول مثال دخلنا قيمة 196 وكانت هي عبارة عن اسمه خلينا نشوفه على الكود طيب انا عندي في هان الكود هذه القيمة اللي كنا نحكي عليها انه دايما لما بدخلها مثلا دخلنا 196 وكانت قيمة اكس انا قاعد باستخدم اكس هان واستخدمتها لحد ما وصلت الى النهاية الان لو بدي اجي اطبع مثلا قيمة اكس اللي دخلناها بالاساس خلينا نقول system.printlin انا بدي اطبع قيمة اكس ايش المفروض انها تطلع خلينا نحطها في يعني اكس تساوي زائد بديها تطلع زي هيك يعني بهذه الطريقة يعني بيطلب منك تدخل خلينا نقول ايا كانت القيمة الاكس طلعت السفر طيب الاكس اساسا في المتغيرات اللي هان هي كانت بتساوي اللي هي القيمة اللي انا دخلتها اذا انا ابدأ حافظ على هذه القيمة اذا انا ابدأ حافظ على هذه القيمة المفروض انه احافظ عليها بمتغير اخر بحطها في متغير اخر زي مثلا int اي متغير بعطي اسم بسميه مثلا original amount مثلا هيك انا ابدأ خليه تساوي ايش بدأت تساوي القيمة الاساسية لا اكس وبعدين بكمل بالشغل على الاكس لما اجي اطبع original amount المفروض انه تحتفظ في القيمة اول قيمة لا اكس وبعد هيك ايش مايصير في اكس هنا بخصنيش بهمنيش كثير عشان هيك هنا لو قلت له مثلا اللي هي original amount لو ضغطنا اللي هو كذا run ودخلت له مثلا خلينا نقول 197 وقل له enter راح الاقي انه original amount ضل البرنامج محتفظ فيها فهذا يعني زي تحسين على خوارزمية الحل فهي عنا مكتوب algorithm first version وفي عندي في السلايد بعدها بسلايدين مكتوب algorithm second version اللي هو تحسين على الحل ممكن الواحد يعني يحط تحسينات اخرى على الحل حسب ما يعني يراه مناسب راح ننتقل الان للموضوع التالي او في نقطة يعني اللي هي increment و decrement operators اللي هي plus plus وال minus minus طيب خلينا نيجي على اللي هو project جديد خلينا اقول انه في عندي مثلا طبعا هذا ملوش علاقة في البروجكت اللي احنا فيه خلينا احكي انه في عندي مثلا int x انا بعرف في متغير اسمه x وقيمته مثلا بتساوي ثلاثة تمام الان انا لو مثلا بدي اضيف رقم واحد على هذا اللي هو الاكس بقوله اللي هو اكس زائد زائد مزبوط هذه معناتها انه اكس تساوي اكس زائد واحد كويس طيب خلينا الان نطبع اللي هو قيمة الاكس بعد الزيادة نقوله اطبع لي اكس الان المفروض انه اكس بتساوي هنا تطلع لي ايش اربعة لو بدأ من run رح هلاقي انه فيه اربعة وهذا هذا الكلام يساوي اللي هو لو استبدلنا ب زائد زائد هيك برضو راح يطبع لي كمان اللي هو اربعة معنات الكلام هذا انه خد لي اكس اضيف عليها خد اكس اللي هي تلاتة اضيف عليها اللي هو واحد صارت قيمتها هنا في السطر التالي صارت اربعة يعني احنا هنا قيمة اكس تلاتة هنا قيمتها صارت اربعة لما جلنا اطبعها هنا صارت اربعة طيب خلينا اشيل هذه و اقول له انا بدي اطبع اكس زائد زائد مين بيقدر يتصور ايش الناتج راح يكون هنا هل انه راح يطلع اربعة ولا يطلع رقم ثاني هنا راح يطلع تلاتة ليش لانه احنا قاعدين بنقول له اطبع لي اكس اطبع لي اكس بعدين ضيف عليها بتمشي بالترتيب بهذه اللي هو يعني من اليسار الى اليمين يعني اقول له run المفروض انه يطلع لي تلاتة ليش طلع تلاتة لان احنا بنقول له اطبع بقول له اطبع لي الاخس بعدين ضيف عليها اطبع لي الاخس وفضيف عليها طيب و هل قيت له وجد له بسطر جديد و قلت له اطبع لي الاخس هل قيت و قلت له اطبع للاخس طبعا الثلاثة بعد نضاف عليها لما اجها نلقى قيمتها بتساوي اربعة نقول له ران راح نلاقي انه في عندي تلاثة وفي اربعة طيب نشيل هذا السطر ونشيل اللي هي الاكس اللي هان فاذا حطينا الزائد زائد هيك معناته انه اطبعلي الاكس بعدين ضيف عليها الواحد طبعا لاستعملات اخرى في باقي البرنامج طيب انا لو بدي اياه يعملها بالعكس يعني نقول له زائد زائد اكس هيك ايش معناها انه تضيف لي على الاكس واحد بعدين اطبعها تضيف لي على الاكس واحد بعدين اطبعها معناته لو انا اجيت اعمل له ران راح يطلع لي الناتج اربعة فلاحظ الفرق ما بين الزائد زائد اكس او الاكس زائد زائد في زائد زائد اكس انا بقول له اضيف لي على الاكس واحد بعدين اطبعها في الاكس زائد زائد انا بقول له اطبع لي الاكس بعدين ضيف لي عليها نفس الكلام على اللي هو السالب سالب انا هيك بقول له اطرح لي منها واحد واطبع لي اياها فبدها تصير اثنين فلو قلت له مثلا برضو عكسناها قلنا له XX ناقص ناقص فطبعتها بدها تطلع ثلاثة بنفس الاشي لكن لو قلت له بعديها مثلا اطبع لي اللي هو ال-X دعنا ناخد السطر نفسه هذا هيك النسخ ولسق ونرفع ال-X هنا بهذه الطريقة راح يطبع ثلاثة لكن اللي بعديها طبعا نقص من هنا منها واحد هان راح يطبع لي اللي هو اثنين محدش يجي يكتب لي مثلا بالدعم زائد زائد وناقص ناقص هذا اشي خطأ انه تضيف لي بعدين ناقص لهذا خطأ بتاخد ال-Operand اللي هو المتغير او الرقم بياخد اللي هو معامل او بياخد sign واحدة اللي هي اما ناقص ناقص بعد يعني اما قبل او بعد ان كانت ناقص ناقص او ان كانت زائد زائد المقصود بالناقص ناقص او زائد زائد اللي متكلم عليها اللي هي increment و decrement اللي هي الزيادة بواحد او النقصان بواحد طبعا هادي امثلة اخرى عن ايش معنات هذه هادي طبعا ما بتسويش هادي او يعني اذا كتبوا في سطر واحد طبعا بساووا بعض لكن اذا كتبوا في سطر اللي هو الطباعة بساووش بعض زي ما احنا يعني لاحظناها ممكن نجرب اللي هو count plus plus او او plus plus او plus plus اكس ونطبع ايش اللي هي قيمة اكس بتطلع ام طيب في عنا مثال هنا بيحكيلك انه نفذلي انه الام بدها تساوي اربعة بعدين بدي الناتج يساوي تلاتة ضرب زائد زائد ام سهل جدا بروح انفذو بنقول له بيحكيلك انه int m بدها تساوي اربعة بعدين السطر اللي بعده ايش بيحكي انه بدي ال result int result تساوي اللي هو تلاتة ضرب اللي هو زائد زائد ام تمام احنا هيك قاعدين بنضيف على الام واحد بنضيف على الام واحد بعدين بنضربها في الثلاثة فالمفروض انه تطلع قيمة اللي هو result dot println المفروض انها تطلع result المفروض انها تطلع عندي هنا 15 ليش لانه صارت القيمة هنا صارت 5 بعدين ضربناها في الثلاثة فصارت عندي 15 طيب هان هان بتختلف هان بتختلف خلينا نقلبها نقول له بديها تكون زائد زائد بعد الام احنا قاعدين بنقول له اضرب بعدين ضيف للام لحالها فراح تطلع عندي 12 فالفرق ما بين اللي قبل انه احنا ضفنا عليها بعدين ضربناها ضفنا عليها بعدين ضربناها لكن بهذه الطريقة احنا قاعدين بنقول له اضرب وبعدين قيمة الام زيد لي ها لوحدها فصارت الام عندي هان بدها تساو بعد يعني عملية الحساب وإضافة الناتج العملية هذه داخل الرزولت الان بدها تصير بتساوي عندي خمسة تمام بدها تساوي خمسة يعني هاي الرزولت الان لو بدأقوله مثلا اطبع لقيمة الان أنا مهتم بقيمة الان .out.print الان بده الام الام المفروض انها تصير عندي هلقيةها خمسة في عندي اطنعاش وفي عندي خمسة لكن لو حطينا لبلس بلس هان وشلنا لبلس بلس هان بد يضيف لي على الام بدها تصير خمسة وبعدين يضربها في ثلاثة في طلع الناتج خمسة والام برضه بتساوي خمسة يعني لاحظ الاختلاف في نهاية هذا او تنفيذ هذه العملية انه الام بدها تصير خمسة ولو كانت البلس بلس بعد بدها تصير خمسة لكن الاختلاف بيكون هل اضرب بالاول بعدين اضيف على الام ولا اضيف على الام بعدين اضرب فهذا بيعتمد على مكان اللي هي لبلس بلس والمينس طيب نيجي لموضوع اللي هو لسترينغ لسترينغ هذا موضوع شوي طويل لكن ممتع يعني تعودنا على موضوع لسترينغ من ناحية اللي هو في كتابة اللي هي جمل الطباعة اللي أمامنا خلينا نشيل هذول وننظفهم طيب صارت عندي system.out.println أنا أي حاجة بكتبها داخل هذا السطر أو داخل هذا الكلام أو داخل يعني هذول الأقواس هي تعتبر عبارة أو بتعامل معها كسترينغ. الاسترينغ اللي هو نص فإذا أنا بدأ أكتب plain text أو سترينغ عادي بحط اللي هي two double quotations وبدأ خلهم بأكتب أي كود بديها إذا بدأكتب hello world مثلا بكتبه بهذه الطريقة وبحط اللي هي علامة اللي هي التعجب إذا بدأكتبها يعني حسب أنت إيش بدأك تحط يعني ممكن تكتب اللي هي smiley face مثلا بس ما أخدوش طبعا بعد كمان شوية راح نشوف إيش قصة اللي smiley face أو مثلا داك تحط إشارة زي هيك إنه يعني أي شكل فبتيش تطبعها أي كان النص الموجود في داخلها في داخلها بين double quotations يتم طبعته كما هو لاحظ إنه في عندي هنا white space اللي هي اللي space هذه أخذها كما هي ما غيرش فيها ولا أي شي أنا كنت بس بدي أشيل اللي هي ما قبل اللي هي المسافة أضغط run راح من أول السطر زي ما شايفين طيب زي ما حكينا سابقا برضو إنه في عندي اللي هو primitive types اللي هي زي الانتجر والbyte والshort والdouble والfloat إلى أخيره وكلنا في حاجة اسمها class type ومنهم اللي هو string وعرفنا حاجة اسمها string باستخدام اللي هي كلمة أو keyword اسمها string هذا عبارة عن class type نوع من أنواع ال data types اللي بتخص المتغيرات ال s بتكتب بcapital letter والباقي الكلمة تكتب بsmall letter لو أنا بدي أعرف متغير من نوع string خلينا نقول متغير بدي أسمي مثلا إيش بدنا نعطي أي اسم أي اسم خلينا نقول x2 مثلا x2 وخلص أنا هيك بهذا الأسلوب أنا عرفت متغير من نوع string الآن لو بدي أجأ أطبع قيمته المفروض إنها حاليا null فاضية يعني إحنا معينناش ولا إشي إلو لو قلت له اطبع لي مثلا x2 طيب راح يقول لي إنه هذا فاضي variable x2 might not have been initialized يعني ما فيش في قيمة في داخله فالمفروض إنك تدخل في أي قيمة لو مثلا مبدئيا بدأك تخليه فاضي ممكن تحطه بين double quotations هيك فاضيين تماما تعال إطبعه راح تلاقي إنه ما فيش إشي فاضي هيه زي ما إحنا شايفين ممكن أنا عرف بداخله مثلا الشغلات اللي أنا كنت يعني بأكتبها قبل شوي اللي هي hello world مثلا الآن صارت قيمة الـ x2 اللي هي هذا النص لو أجي أطبعها راح يطبع لي نفس النص كما هو لو بقول له run راح يطبع لي hello world طيب فرضا إحنا قلنا في شغلة لما كان في عنا حاجة اسمها اللي هي system.out.println لو بتضيف شغلة غير الـ hello world فوقيها يعني عليها زيادة لو بتضيف مثلا تكون hello hello world وبعدها مثلا welcome to programming واحد أهلا لبرمجة واحد مثلا طيب لو جينا نطبعها راح يطبع لي hello world لحالها وبعدها راح يطبع لي اللي هي hello world welcome to programming واحد فأنا ممكن أضيف هذا الكلام يعني هذه الجملة موجودة وجاهزة ومطبوعة ومخزنة داخل الـ x2 أنا ممكن أستخدم إذا بتذكروا في موضوع اللي هو الانتجر لما قلنا الـ x تساوي x زائد واحد مثلا مزبوط حكينا حاجة زي هيك لما بدأ أضيف مثلا قيمة أو بدأ أضيف عليها خمسة نفس المبدأ بنقدر نطبقه على ممكن أقول له x2 تساوي x2 زائد وأقول له إيش بدي أخز النص في داخلها النص اللي بدأ بدي أخزنه بعد الـ hello world اللي هو welcome to programming واحد خلينا نكتبه اللي هو welcome to programming واحد في نهاية بنحط الفاصلة المنقوطة فصارت قيمة الـ x2 لو أنا بدي أجي أطبعها خلينا نطبعها قيمة الـ x2 هيها كاملة طبعا هنا في space إحنا ما أخذناش بلنا منها عشان هيك لاحظ أنت هنا في مش مسافة هان ممكن تحط المسافة هان إذا ما بدك ممكن تحطها في بداية هذا السطر وهيك بحفظ لك على المسافة الموجودة ما بين النصين صارت كلمتين أو جملتين متطابقين فأنا ممكن أضيف نص على نص موجود مع المحافظة على النص السابق بدل ما ظلني أعيد طباعة هذا الكلام ممكن أني أنا أكتب هذه نفس الأسلوب اللي كتبنا فيه اللي هو X زائد يساوي اللي هي welcome to programming 1 طبعا هذه X2 هذه الجملة نفس هذه الجملة بس بدل ما ظلنا كرر في X2 فهذه ممكن لو شلتها أنا أنا هيك بقول خذ لي X2 إيش ما يكون فيها أضيف لي عليها النص الموجود هان فراح يطبع لي X2 نفس الأوت وط راح يطلع لما يقول ه run راح يطبع نفس الشيء تماما فهذه اللي هي جملة اللي هي string أو كيف الواحد يستخدم string اللي هي من نوع class type طيب طيب في عنا عدة طرق عدة طرق لكتابة أو لتعريف string اللي هو declaration في عنا أول طريقة اللي هي string greeting زي ما أنا كاتب هان عندي اللي هي string X2 هذا اسمه declaration هذا اسمه initialization ممكن يصير initialization زي المتغيرات السابقة اللي تعاملنا معها أو أنواع المتغيرات السابقة اللي تعاملنا معها ممكن تخلي declaration زي ما هو موجود هيك وممكن بعدها تيج تقول نعمل initializing اللي هو بتعطيله قيمة إنها تساوي hello world أنا هيك هنا عملت اللي هو declaration تمام وهنا عملت اللي هي initialization أنا هيك عملت اللي هو initialization أو اللي هو assignment اللي هي تعيين قيمة للمتغير اللي من نوع X اللي عملنا له declaration في هذا السطر في كمان طريقة أخرى عشان تعرف فيها اللي هو string يعني هاي طريقة في عنا طريقة أخرى يعني أنا هنا عرفت string class type وعرفنا هنا اللي هو المتغير اسم المتغير greeting وهنا عملنا له initialize ممكن نكتبها بنفس السطر نقول string greeting يساوي double quotation hello زي ما هو مكتوب في هذا السطر في طريقة أخرى اللي هي بهذه الطريقة نكتب string greeting يساوي new string وبتحط اللي هي double quotation وبتحط اللي هو النص في الداخل عملناها بهذه الطريقة بسبب انه string عندي class type يعني أنا ممكن بدل ما أعمل هيك ممكن أعمل بهذه الطريقة أقول له string x 3 تساوي new string وبفتح اللي هو الأقواس وبقول له في داخلها بدي hello world طيب فهذه الطريقة مشابهة تماما لهذه الطريقة برضو مشابهة تماما ل string x 1 تساوي hello world وهي هذه فعند احنا ثلاث طرق أول طريقة اللي هي موجودة عندي هنا هاي أول first method أول طريقة في عندي كمان اللي هو second method وفي عندي هنا اللي هي third method ففي عندنا زي ما احنا شايفين ثلاث طرق لكتابة أو تعريف string و اعطاؤه قيمة اللي هي initialization أو assignment طيب نكمل في string في عندنا حاجة بال string أو خاصية بنسميها concatenation concatenation معناها دمج إذا مثلا أنا بدي أدمج نصين مع بعض بإمكاني أني أعمل حاجة زي هيك باستخدام البلس باستخدام البلس خلينا نيجي على هنا أنا الموجود عندي هنا hello طيب اللي هي X1 خلينا أشيل اللي هي world هذي كويس وخليني أخلي في X2 طيب خليني أخلي مثلا كلمة world بس أنا X3 خلاص ما بدي إياها تلزمنيش حاليا خليني بدي أدمج اللي هو ما بين X1 و X2 كيف ممكن ندمج هذا السطر برضو أنا ما بديش إياها كمان أنا ممكن أدمج ما بين X1 و X2 بجملة الطباعة أقول له system system.out dot print الآن أقول بدي X1 زائد X2 هيك أنا قاعد بقوله إدمج لما بين ما هو موجود داخل X1 و X2 لو أقوله run رح طلع إياهم ككلمة واحدة hello world صار في damage أو concatenation ل اللي هو نصين رح نشوف كمان methods أخرى بتخص اللي هو بتخص موضوع ال concatenation بس برضو ممكن كمان نكتب يعني مثلا عندي X1 أنا بدي أضيف على X2 كمان مثلا هنا أقوله بدي X2 أكتب بعديها دير بالك تنسى شغله اللي هي لو قلت لو X2 تساوي welcome to java وقلت رن راح يقول hello welcome to java ليش بسبب علامة اليساوي اللي هان لأن علامة اليساوي اللي عندي هان معناته أنا بعمل override override إنه أنا بستبدل ما هو موجود في قيمة X2 وبحط بدلها قيمة جديدة فعشان أضيف الكلام عشان يطلع hello world welcome to java بروح بحط هان علامة الزائد عشان يضيف ليها على X2 لو أقول رن الان راح يقول hello world welcome to java لو محطت الزائد إيش اللي راح يصير hello welcome to java طيب راح يصير hello welcome to java فخلينا نحط الزائد ممكن أضيف عليها كمان هنا بقول زائد بدي أضيف مثلا ننسينا نحط اللي هي programming 1 بعملية الجمع هادي الموجودة هنا أنا قاعد بضيف نص زائد نص هل لنا الRun ونشوف راح يقول hello world welcome to java وضاف لكلمة programming 1 طيب هادي بالنسبة لموضوع الدمج طبعا شفنا أشياء كتير زي هيك وهادي طبعا منفذة اللي هي الجملة خلينا نشوف اللي هي string method طيب بالنسبة لل string methods أو لدوات أو العمليات الموجودة تحت class type اللي اسمه string في عندنا أول method موجودة اللي هي length أنا من خلال دالة length هادي خليني أخلي بس hello world فقط والباقي أنا بدأ شيله خلاص هيك بدأ خلي بس x1 طيب اسم المتغير x1 نفس اسم المتغير اللي هان لو قلتله dot راح يطلعلي أدوات كتير زي ما احنا شايفين أنا بدي بس اللي هي length بكتب len راح طلعلي اللي هي فلتر لي وصل لي ل length double click وبقول له run لما قل له run راح يعدللي كم كلمة أو كم حرف موجود عندي هان عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبيحسب هذي بيصير ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدعش احدعش لو حطينا كمان space هان راح يزيد لي ها بكمان واحد طبعا اتناعش أنا ما بديش هذي space فالlength بيجيب لك طول طول الطول الstring أو طول النص الموجود هان طيب هذي بالنسبة للlength وهيك استخدام ها طيب هذي بالنسبة للlength طيب طيب بالنسبة للstring indices indices اللي هي هذي مفاتيح هذي معناها الكلمة اللي هي مفاتيح مفاتيح طيب بالنسبة للعد في الجافا في الجافا زي ما عدينا قبل شوية بدينا هنا بواحد عشان نجيب الطول بتبدأ من واحد ركز منيح في هذي الجملة اللي راح اكتبها اللength starts from one ركز في هذي الجملة كويس لما بجيب اللength بنبدأ من واحد قلت بدينا واحد وظلينا ماشيين لحد 11 تمام لحد 11 طيب في عندي دالة تانية موجودة خلينا نشوفها بس اللي هي اسمها hr at hr at طيب لو انا بدي اقول له مثلا اطبع لي اللي هو system dot out dot print ln x1 dot char at 1 الان لو اقول له اطبع لي القيمة الموجودة في الموقع رقم واحد ايش بتتوقع راح يطبع هل راح يطبع ال h ولا راح يطبع ايش تاني ايوا ايوا في حد عنده اي جواب فكرت فيها مش راح يطبع ال h لانه لما انا بتكلم على حاجة اسمها ال index starts from zero لما بقول له تشار ات بروح بيبدأ العد من سفر بقولك سفر واحد نين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فلما بقوله run هذه راح يطلع ليها طبعا 11 لكن احنا قاعدين بنقوله تشار ات معناته انه هات للكاركتر اللي موجود في الموقع رقم واحد فعند ما يصفت هذه المواقع في الذاكرة ترص بمصفوفة المصفوفة تبدأ ترتيبها ب من الصفر وتنتهي بالعشرة لو قلتلو مثلاً يطلعلي اللي هو ما هو مسموح او ما هو مخزن عندي في هذه القيمة طيب فعشان نفهم موضوع الانديكسز او الانديسز لو قلنا مثلاً في عنا حرف او جملة اسمها java is fun وفي نقطة هذا عندي عبارة عن نص مكتوب مكتوب هيك ctrl z مكتوب بالضبط java is fun نقطة فهذا النص اللي زي هيك يخزن لما بكون معرف ب string مثلاً تساوي يعني بتكون مخزنة هيك هيك الجملة الطباعة الموجودة عندي طيب لما يكون زي هيك هذه تخزن بالضبط زي ما احنا شايفين في مستطيل والمستطيل مقسم الى خانات كل خانة منهم تخزن داخل او كل كل حرف يخزن داخل بت من البيت هذه الموجودة فجافا is fun تخزن هذه في اول واحدة بعدين التانية بعدين التالتة بعدين الرابعة الفراغ هذا برضو يخزن المصدرة او الويت سبيس فلما بيجي بعد اللي هو الكمبيوتر او لما بيجي بعد بتعد الجافا بتبدأ العد من عند المفتاح رقم سفر وبتنتهي لعند اخر قيمة فدائما دائما اللينكث بيبدأ من عند واحد انا بقول له مثلا طول النص هذا بروح بعدين لك بيبدأ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد ما يوصل لتناعش لكن في الانديكس بيبدأ العد من عند صفر طيب في عندي هنا مثوض بتخص اللي هي لسترينج احنا جربنا لتشار ات طبعا هاي في عندي مثوض هنا اسم المثوض وموجود هنا الريتين طيب راح اوارجيكم اش يعني الريتين طيب وكيف تنفذ هاي مثال عليها طبعا هنا في عندي example for string s تساوي java يعني لو كان مثلا لسترينج عندك هنا خلينا نقول انه لسترينج هاي java صحيح راح اشيل هذول بدي اشيل اللي هو السطرين وننفذ بالزبط زي ما هو مكتوب في المثال الموجود عندي هان اللي هان موجود عندي description شرح لإيش اللي بيصير اذا نفذنا اللي هي هذا او هذه اللي هي المثل لو قلت له مثلا اللي هو s dot char at الاس هذي اللي هي عبارة عن هذا string الموجود عندي يبدأ يعد من صفر واحد اثنين معناته المفروض انه يطبع لي الفي يعني لو قلت له اللي هو system.out s dot char at two طيب ونقول المفروض يطلع لي اللي هي v ليش لأنه بيبدأ زي ما قلنا في char at بيبدأ من موضوع الاندكس ولاحظ شغلة لو شلت هذي كلها وحطيت فتحت خوسين راح يقول لي أو حطيت المصطرة هنا يعني أو حتى سواني بس نقول dot char at شايف هان ايش بيحكي لك int index الاندكس اول ما تشوف كلمة index على طول يخطر في بالك اللي هو موضوع الصفر البداية من صفر فبدنا ناخد هذي بتقول لك حط لي index هان الاندكس مثلا 2 راح جاب لي اللي هو بدأ من 012 وطلع لي اللي هي الناتج اللي هي V طيب عندنا المثود الاخر اللي اسمه compare to compare to وظيفته انه يقارن ما بين نصين لكن المقارنة اللي بتصير يعني لو تيجي تقرأ الشرح اللي هان بيحكي لك انه المقارنة اللي بتصير من خلال موقع اللي هو C موجودة عندي capital letter و J موجودة بتبدأ بcapital letter فبيخدهم الاثنين وبيقارن اللي هو اول حرفين اول حرفين بقارنهم لبعض فانت لما تيجي مثلا تطلع على مقارنة الاحرف في عنا اللي هو مقارنة الاحرف خلينا نكتبهم بهذا بهذا الطريقة A B C D E F G H I J كويس فلما بنا نيجي قارن او احنا لما بنقول له compare to C++ احنا قارنين بنقول قارن ما بين او كم المسافة الموجودة ما بين D او عفوا C و لحد ما نوصل لل J فمن C لل J لما نيجي نعد راح نعد اللي هو 1 2 3 4 5 6 وبعد J معهم بتصير 7 خلينا اللي هو نشيل هذا النص ونقول له Run راح ألاقي انه الجافا مقارنتها بال C++ اللي هو من ناحية اللي هو ترتيب الاحرف اللي هو 7 طيب لو انا مثلا غيرت هذه وكتبت ها D مثلا وقول له Run راح يطلع لي اياها الحرف اللي بعد طيب انا لو خليتهم مثلا نفس الشيء اللي هو J ايش تتوقع الناتج يكون بما انه تشابهت هذه الارقام او هذه الحرفين الاولانيين مع بعض بروح بقارن ما بين اللي بعدهم اللي هو 54 لو غيرناه كتبنا ايه المفروض انه يطلع عندي تقريبا 10 او 9 فهذه وظيفة compare to بتقارن اللي هو نص بنص سابق في عندنا دال اسمها او مثل اخرى اسمها CONCAT الان CONCAT خليني اشيل هذا النص هيك وقول له مثلا CONCAT .CONCAT الان بس قبل ما اكتبها خليني اشيلها مرة اخرى .CONCAT الان لما تفلترت عندي صارت CONCAT وبتاخذ STRING معناته ما بين الاقواس المفروض يكون فيه عندي STRING وهذا عبارة عن الRetain اللي هو الناتج تبع كل ما بين الاقواس رح يكون برضو STRING فخلينا نشوف موضوع اللي هو ما بين الاقواس فانا ممكن احط مثلا STRING بهذه الطريقة واكتب مثلا IS FUN هيك احنا قاعدين بنقوله ادمج لي الجافا اللي المخزنة بالS1 وحط اللي عليها IS FUN تمام الان لما باعمل الهرن المفروض انها بتطلع Java IS FUN هذا هو الناتج هو عبارة عن الRetain لهذه الميثود اللي بيظهر عندي الاخر اللي هو اسمه equals equals وظيفتها انها اتقارن هل متساويين ولا لا بالتساوي لو قلت له dot equals طيب بتاخد اللي هو object والobject هو عبارة عن يعني STRING يعني لو قلت له مثلا تساوي Java هيك هل هذه Java تساوي Java هذه خطأ لا تساويها بده يطلع للناتج تبعها false لان نحن قاعدين بنقارن هل بتساويها ولا لا ولكن لو غيرت هذا الحرف وكتبته J وقلت له run راح يقول true يعني متساويين ومتطابقين تماما زي ما حكينا Java هي case sensitive طيب في عندي كمان مثل اخر العلاقة بال equals بردو بس اسمه equals ignore case اللي هي التالية هذي وظيفتها انه تقارن لك نصين مع بعض بس بغض النظر هل كان capital letter small letter مالوش علاقة يعني ما بتنتبهش لشغلة زي هيك او بتعملها ignore بتتجاهلها لو قلت له s.equal ignore case اللي هي هذي وقلت له مثلا هانا اللي هو Java انا بدأ اكتبها تماما بالعكس او بدأ اكتب هيك مثلا هل هذي بتساوي هذي لو قلت له equals لو هذي راح يقول لي لا ما بتسويهاش وحيطلع للناتج false لكن بهذه الحالة راح يترجع لانه true راح يزغر هذي ويخليها كلها small letter وهذي small letter مثلا ويقارنهم مع بعض مش راح يطلع لي من small letter طيب في عنا كمان ال index of احنا اتكلمنا على let's char at احنا قاعدين بنقوله ب let's char at انه هات لي يعني هنا احنا كنا نقول قبل شوية انه بدي dot char at مثلا في الموقع رقم 3 راح يجيب لي له اي طب انا هل قيت انا بدي اقول له هات لي الموقع تبع الحرف يعني انا بدي اعطي له حرف بدي اقول index of و بدي اقول له بدي الحرف الحرف اللي هو مثلا اي بدي اشوف وين اي موجود لما اجي اطبعه راح يجيب لي اول اي مش راح ينتبه للا اي الثاني اول ما يشوف ها بوقف لو قلت له راح يقول لي الناتج واحد لانه انتبه لانه صفر واحد لو قلت له في راح يقول لي الناتج راح يكون اثنين كويس طيب انا او ممكن مثلا اقول اه مثلا لو كانت هنا في ضط على سبيل المثال انا لو بد اجيب الموقع تبع اي الموجود هان لو بد اجيب انا ممكن اميز له اقول له زي هيك اعطيله حرفين اعطيله حرفين داخل اللي هو او نص او جزء من النص داخل اللي هو هذا البرامتر لو هو ثلاثة لانه صفر واحد اثنين وبتبدأ من ثلاثة لو كتبنا نص اكبر مثلا مثلا هاي جافا وقلنا له is fun وبعدين program وهاي في عندي كمان am هان فاذا بد اجيب مثلا لل اللي هنا انا في عندي white space ممكن اقول له زي هيك وعمله space بيطلع لثلاثة لكن انا اذا كان قصدي بال a اللي هان ممكن اقول له امسح ال space اللي هان وخليها m وقل له run ويجيب لي 17 ممكن اقول له هات لي مثلا كلمة brog مثلا من وين بتبدأ راح يعد لي ويجيب لي ال index تبع اللي هو p اللي بتبدأ فيها كلمة brog طيب في عنا كمان اشياء اخرى مثلا last index of وفي عنا اللينك طبعا شفناها last index of اللي هي عكس index of يعني لو قلت له مثلا last index of a هي اللي هي خلي نشيل هذه ونقول dot last index of a كويس لقيت اكم a هي ال index of لو حد ها كانت تجيب لي اول a بس last index of بيجيب لي اخر a موجودة لو بنعمل ران بدي يجيب لي الاندكس تبع هذه اللي في موقع 17 طبعا بيبدأ العد من 0 طيب في عنا كمان compare to length اللي بيجيب طول النص في لو بدي احول النص to lower case وفي لو بدي احول to upper case خلينا نشوف لو بدي احول هذا النص اللي هو الموجود عندي هنا بدي اقول dot to upper case لو بدي احول كل اللي اللي هو capital letter كامل النص بنكتب اللي هو النص عندي و بنقول dot to upper case لو أطبع ورح يطليعلي كل بمكتوب بال upper case لو بدي كل يكون مكتوب مثلا to lower case بقول dot to lower case طيب لو بدي مثلا استبدل جزء من النص الموجود عندي هان او حرف معين حرف الاي مثلا بدي استبدله مثلا بشيء اخر مثلا بدي استبدله بايش خلي نقول dot to replace اسمها replace هذي اللي بتستبدل وبتوخد لو فتحت القوس رح تاخد نص هان و نص هان النص الاول انا بدي اغير حرف A الموجود لانه موجود بكثرة هاي A وفي كمان A وفي كمان A لو بدي اغير مثلا وخلي مكانه اللي هو capital A مثلا وقول run راح الاقي سبعة او تصير اي شيء اخر مثلا عادي جدا ممكن تضيف عليه مثلا نص مثلا لو بدك تضيف نص خلي نقول له coffee run راح يستبدل لك بدل A حط كلمة coffee وهي بدل A الثاني حط coffee وبدل A الاخرة حط كمان coffee طيب اللي هي replace طيب في عنا كمان حاجة اسمها method اسمها substring substring هذي وظيفتها انها تقص نص معين من index معين يعني لو بتقول له مثلا من عند index معين بدي ياك تقول لي substring خلينا نكتب ها بس dot substring هذه substring بتاخد اللي هو index معين لو قلت له مثلا نقص ليها من عند مثلا 2 من عند index رقم 2 ففي عندي 012 وبعدين راح تقص هذا الكلام وتخلي هذا الكلام خلينا ننفذ راح نشوف راح قص لي من عند 2 وترك لي الباقي هل قيت انا لو بدي ايا مثلا نقص لي من عند 3 012 3 4 5 بدي ايا يقص مثلا من عند index رقم 5 ونشوف ايش بد يضل راح يضل is fun program طيب هذه وظيفة اللي هو sub string في عندنا كمان برضو sub string هي مكررة مرة اخرى لو بدي ايا مثلا يعني هذه واحدة ثانية لو بدي ايا مثلا يقص مثلا من مكان الى مكان اخر يعني ممكن اقول له dot sub string واخذ اللي هي هذه اللي هي بتقص من begin index من عند بداية index لحد end index لحد نهاية index يعني مثلا لو بدي ايا يقص مثلا من 2 لحد 7 او لحد خلي نقول 10 طيب ونقول run راح بروح بعد من 012 وبعدين بكمل العد لحد ما يوصل 10 لحد بالظبط والباقي بيحمله لانه احنا قلنا له sub string وصل للstring من عند ال2 لحد العشرة تمام وخذ لي ايا وطبع لي ايا فهذا صار عندي sub string في لتريم وظيفتها انها اطير لك اي white space موجود يعني اذا كان عندك white space hand وقلنا له اطبع لنا الاس راح نشوف انه طبع لي ها لكن لدي white space هذه الاززيادة الان لو قلت له بتدي الwhite space الموجودة او كانت موجودة في بدايتها قلت له اطبع راح اشوف انه كتب لي ها هي الwhite space الموجودة والمسافات الموجودة الملهش لازم اذا انا بدي اطيرها او بدي شي اياها بكتب له dot وهو trim وعند هاي الاقواس وبعد اي بيقول run بلقي كتب لي ها java is fun program فهذه كلها اللي هي methods بتخص اللي string class type variables في 2.4 وفي 2.5 في اشياء كثيرة يعني اطلعوا عليها مهمة يعني لمزيد من الامثلة والتكرار طيب في عنا حاجة اسمها escape character اللي هو escape معناته الهروب يعني انا مثلا لو فرضا فرضا بدي اكتب جملة زي هذه الجملة اللي هي بدي هي اطلع java double quotation refers to a language بدي هي تطبع زي هي خلينا نيجي نطبقها ونشوف هل راح يطلع معي خطأ ولا لا انا هذي مش لازمني لو قلنا مثلا بدي اطبع زي ما هو مكتوب مكتوب عندي هاي double quotation انا بدي اكتب اللي هي هاي كمان double quotation انا بدي يكتب java شايف is fun program كويس انا في عندي مشاكل فش عندي مشاكل بتاتا لكن طلعت لي error ليش بسبب انه double quotation موجودة و double quotation موجودة هان فبسبب وجود double quotation في java وجدت عندي حاجة اسمها escape اللي هي escape characters اذا انا مثلا بدي ما هو مطبوع هان في هذا السطر انه يظهر كما هو تماما بدون اي مشاكل بنحط اللي هي ال forward slash بهذه الطريقة وهذا نفس الكلام ينطبق عليه نفس الكلام الان رح يطلع عندي الناتج هان java وحتكون هذي بين double quotation is fun فهي طلع علي اللي هي double quotation كما هي يعني عشان نكتب double quotation لازم تكون اللي هي escape program طيب لو كان في عندي single quotation برضو نفس الكلام ممكن تحط single quotation واحدة ممكن تحط 2 يعني هاي يطلع لك اياها طيب لو بدي java مثلا تظهر وجنب هاله ال forward slash هذي ممكن نحط اللي هو كمان forward slash وهي كمان برضو forward slash بهذه الطريقة الاول يعامل escape والثاني يعامل character والcharacter هذا يطبع كما هو نعم run فرح يطبع لواحد بس لانه الاولان يعتبر escape في كمان برضو يعني escape characters اخرى اللي هي زي مثلا له ال new line الان انا لو مثلا بدي انزل سطر هان بديش اياي نطبع كله في سطر واحد ممكن اعمل اللي هو slash n لو عملت slash n هذه معناته انه اطبع لي اللي هان في السطر الاول بعد انزل سطر وكتب لفان بروغرام خلينا نعمل run ونشوف طبع لهذه في سطر ونزل سطر ثاني وكتب لفان بروغرام فال slash n وظيفتها انها تعمل new line لو كمان كتبنا slash n slash n هذه اربع اسطر فيش عناي مشاكل نعملها راح طبع لياها بهذه الطريقة طيب في عنا اللي هي slash r carriage return go to the beginning of the current line ف نشوف هنا مثلا لو انا بدأ شيل اللي هي slash n واكتب مكانها slash r فهذه ايش بتعمل بتروح بتطبع الكلام الموجود لكن اول ما بيلاقي slash r بروح برجع من الاول و برجع يعني بعمل override برجع بكتب فوق الكلام هذا فخلينا نعمل run ونشوف راح كتب لي اول شي java اللي هي java is وبعدين راح كتب لي لما لقى r راح رجع من عند وكتب لي fun program راح قطع عليها فالjava او النص اللي فات كله اختفى في عندنا كمان اللي هي escape character اسمه t فهذا وظيفة t انه يعمل لك tab يعني لو كان مثلا موجود t hand slash t تمام وتعمل run راح يعمل اللي هو tab بس ما عمل ش tab بلسبب r خلينا نشيل r ونعمل run راح لقي انه اخد tab وبعدها طيب لو كانت ال r موجودة هان لو كانت اللي هي هان موجود slash r احنا بنقول له ارجع اكتب من اول السطر طيب انا قبل ما يبدأ من اول السطر بدي يكتب ب اللي هو ياخد tab ويكمل كتابه فراح يعمل لي fun program بعد ما ياخد اللي هو tab زي ما احنا شايفين في هذا المثال طيب هنا في امثلة انه لو كتبت abc وكتبت forward slash وكتبت def راح يطبع لك اللي هو هذا الناتج اذا كتبت slash n في النص راح يطبع لك هذا الناتج دير بالك انك تروح تحط slash قبل مثلا كلمة زي كلمة line تروح وخطا راح تكتب اللي هو forward slash تمام وكتبت اللي هو li وبعدين e كويس عشان اذا بدك تكتب n وتخليها موجودة بنفس السطة بدك تكتب كمان n عشان يكتب لك اللي هي كلمة line بس مقسومة الى نصفين واذا كتبت اللي هو forward slash مع single quotation فقط فراح تظهر عندك single quotation فقط هذي الunicode راح تتعرفوا عليها ان شاء الله مع مبادئ في هندسة او مبادئ في البرمجة راح تعرفوا شو يعني الاسكي كود وكيف تكتب الاسكي كود مش موضوع نا تعرفنا في مواضيع ثانية ايش يعني system dot out ايش يعني print lin اللي هي جملة تتباعه في عنا system out تعرفنا عليها يعني هذه الامور كلها يعني مرت علينا وإحنا قاعدين بنشتغل في عنا كمان جزئية بتخص اللي هو موضوع l-outputs اللي هي print في عنا جملة لوحدها اسمها print الان لو بدنا نيجي ننفذ print لوحدها خلينا نطبع الان الفرق ما بين system dot out dot print لوحدها وقل hello تمام والفرق ما بين اللي هي print l-in هذه print لوحدها والتانية اللي هي بدأ أخذها نفسها ونقل ctrl c وأطبعها واكتب له هنا hello world الان لما اجي اطبع لما اجي اطبع راح يطبع لي l-print بنفس السطر ها هاي hello world وكل شيء تم بنفس السطر لكن وظيفة l-in هان انه انزل لي سطر هذه تطبع في نفس السطر وهذه تلحق فيها ولكن ناتجها او ال-build successful راح ينزل في سطر جديد فوجود print l-in هذه وظيفتها انها تطبع الكلام وبعدين تنزل سطر سطر ستطبع hello وراح ضل الكيرسر موجود بعد hello وراح طبع world طبعها وبعد ما خلص الطبع راح نزل سطر جديد وكتب لك ال-build successful فاذا كتبت ضفت ال-l-an فهو راح ييجي هان راح يطبع لك hello وينزل سطر بعدين ينفذ جملة الطبع التانية وراح ينزل سطر ويكتب لك ال-build is successful فهذا الفرق ما بين print لوحدها والprint l-an وفي كمان وحدة تانية اسمها printf مش مش موضوع انه يتكلم وكيف يطلع مش مش وظيفتنا او مش يعني مش موضوع نا ال-keyboard input اللي هي java utility من خلال scanner تعرفنا عليها وشوفنا كيف ممكن نستخدمها من خلال استدعاء اللي هي هذه المكتبة وكيف نعرفها بالنسبة لهو كيف ندخل مثلا بيانات خلينا نعرف واحدة على السريع احنا قلنا انه من خلال scanner سميناها keyboard تساوي new scanner في عندي system dot in طبعا في عندي انا مستدعي اساسا اللي هي جملة scanner او اللي هي المكتبة في عندي keyboard dot اللي هو next int هذه وظيفتها انها بتدخل او تستنى المستخدم انه يدخل انتجر وهذا الانتجر يتم ادخاله او يتم تخزينه داخل ال x طيب لو كانت double next double هذا لازم يكون من نوع double كويس طيب طريقة الادخال يعني بتكون لو عملنا run زي هيك بيظلوا يستنى عشان يدخل مثلا رقم معين دخلنا وانتهى ولو كان في عندي رقم اخر double y تساوي keyboard dot next double وننفذ خلينا ننفذ لاحظ شغله انه انا بدخل رقم مثلا هذا double هذا اللي بده تخزن داخل x وضغط enter الان بيستنى في اني ادخل الرقم اللي بيخص اللي هو y وضغط enter انتهى في طريقة اخرى عشان ندخلها بدل من ضل نستخدم enter ممكن تقول run تقول مثلا هاي اول رقم 1 2 3 4 5 6 مثلا وممكن تحط space واتدخل الرقم الرقم الثاني الان فيش رقم عندي فيه مسافات بس بسبب اللي هو خاصية موجودة من ضمن الكيبورد ل space هذه تعامل معاملة اللي هو enter لو ضغطت enter راح يطلع لي انه هذا ياخد عبارة عن x وهذا ياخد الان اللي هو x او بده اطبع مثلا بهذا الاسلوب x تساوي زائد x وبده نفس الجملة تكون لي ال y اخدت ها كما هي وقلت له انه ال y تساوي ال هو ال y نيجي ننفذها اقول له مثلا اللي هي بالطريقة الاولى عندي 1 2 3 4 5 وهي enter وهي اللي هو الرقم الثاني اللي هو y enter فاخذ اللي هو x الرقم الاول وخزن داخل x بصيغة double والرقم الثاني اخذ وخزن بصيغة double في y طبعا نفذه كمان مرة عشان نشوف اللي هي الكلام اللي احنا بنحكي فيها عندي 1 2 3 4 5 6 حطيت space مساحة وبعدين الرقم الثاني دخلته كويس وضغطت enter فالspace هذه يعني كتبت الرقمين بنفس السطر فكانت x اخذت الرقم الاول وال y اخذت الرقم الثاني فهذه خاصية من الخصائص اللي هي الكيبورد في عنا كمان حاجة اسمها next line next line هذه دائما وظيفتها انه يعني تستنى عليك بالظبط انت ايش قاعد بتدخل من خلال طبعا لازم تستخدم زر enter في next line خلينا نشوف مثال عليه يعني next line طيب خلينا نشوف هاي مثال لو كان مثلا طبعا خلينا نعرف string s تساوي keyboard keyboard dot next line تمام هاي system dot out dot print print int الان وبدى اياك تطبع ال s لو قلنا له run تمام الان باستنى في ان ادخل باقول java is fun program bla 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 اول ما اضغط enter انا هيك انتهي معناته انه وقف لي عندي next line يعني اول ما تضغط enter بياخذ ها تمام تمام طيب في عنا next int next line في عنا next الي بياخذ combination بس بالذات بياخذ الي هو الي هو الnext لوحده يعني هي next next بياخذ بس او خلينا نشيله عشان نشوف الخصائص تبعته dot next بياخذ برضو string كويس فهذه الي هي ادوات ال inputs الموجودة عندي في عنا الي هو empty string ممكن الواحد يعرف الي هو string ويعطي قيمة فارغة طبعا فش مسافة بيضة هنا فش space هذي double quotation ملصقين داخل بعض يعني هاي string s قلت له هاي هيك بالزبط هذا اسمه empty string يعني فاضي فارغ الاندكس زيرو تبعه فش فيه اشي بعطيك error الاندكس zero لكن لو حطيت في داخله space هذا صار string مش فاضي نص مش فارغ من سلايد 94 الى الاخر بتراجع بكيف تسمي المسميات تبعت ال variables كيف تحط comments كيف تستعمل اللي هو constant اللي هي الثوابت يعني كله سبق شرحه اول ما بتشوف حاجة الها علاقة بالرسم هاي مش داخلة معنا هاي بتدخل معكم ان شاء الله في java 3 في برمجة 3 اللي راح يدخل في قسم تطوير البرمجيات واللي هي الرسمات اللي زي هي كيف تطلع اللي تدخ الرقم بتخرج رقم هاي كلها من خلال اللي هي java fx و اشياء متقدمة فمن عندي سلايد تقريبا اللي هي سلايد 109 الى نهاية السلايدات هاي هاي مش مطالبين فيها المطالبين فيه لحظ 108 عشان تفهم كل كل كود انكتب موجود او كل شيء موجود هان ارجع للامثل الموجودة في الكتاب في عنا هذا مثال مثلا في 2.8 هذا بتكلم على كيف تحسب مساحة الدائرة واعتقد انه ضربنا عليها مثال قبل ها في عن الباي هاي هاي زي ما احنا شايفين طيب و كيف تستخدم الكونستنس و كيف تخلي او تعرف ثابت هاي الاندنتيشن اللي هي المسافات المقصود بهذه هذا موضوع مش مهم كثير بس يعني يعني كويس انك انت تعرف اللي هو الاندنتيشن لاحظ انت لما بتيجي مثلا هان خلينا اشيل هاي لاحظ انت لما بتضغط انتر بينزل ب يعني شوية بعيد هذا بسمي الاندنتيشن اللي هي المسافة البعيدة يعني لو مثلا كتبنا هذا السطر وانزلنا راح ألاقي انه قاعد بنزل بنفس السطر لكن لو كتبنا مثلا جملة اخرى راح ألاقي انه على سبيل المثال بدأ اقول اف ترو مثلا هاي جملة انتو مش مطالبين فيها حاليا لو ضغطت على افتح اقواس وانزل بلاقي الاندنتيشن تبعتها زادت عن هذي بس هذي المقصود بالاندنتيشن هذي بس عشان شغلة يعني بتضيف ستايل للكود تبعك وبتعرفك مثلا هذي تابعة لهذي لو كانت حاجة اللي جوه معنات انها تابعة على شيء اخر هذي برضو راح نتعرف عليه ان شاء الله في المحاضرات القادمة عندما ننتقل الى التشابتر التالي يعني هيك خلصنا احنا للشابتر رقم 2 يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته